أولئك المعارضون ترفع يد روسيا مجددا في مجلس الأمن لتقف عائقا أمام مشروع قرار يمدد تفوض آلية إدخال المساعدات إلى سوريا لتفرض بذلك حالة من الشلل والتعطيل لعمل المنظمات الإنسانية التي توصل المساعدات للمحتاجين في شمال غرب سوريا وفي حين طالبت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام أصرت روسيا على تمديدها لستة أشهر فقط واستخدمت الفيتو ضد حل وسطيا اقترحته السويسرا والبرازيل المسؤولتان عن هذا الملف بتمديد الآلية لتسعة أشهر عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا كما فشل خلال الجلسة تمرير مشروع قرار روسي يدعو لتمديد المساعدات ستة أشهر لغياب الأصوات الكافية لتمريره المندوب الروسي في مجلس الأمن وبعد استخدامه الفيتو خلال التصويت اعتبر أن المشكلة تكمن في مضمون مشروع القرار البرازيلي لا في مدته وصفا تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات بالمسرحية وبرر المندوب الروسي رفض بلاده للتمديد بأنه يأتي في سياق صون ما أسماها الدولة السورية مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ردت على الفيتو الروسي بالقول إن هذا ليس تصرف دولة مؤكدة مواصلة بلادها العمل على تلبية احتياجات الشعب السوري أما المندوب الفرنسي فاعتبر أن نظام الأسد وروسيا يوظفان المساعدات لغايات سياسية وهو ما صرح به المبعوث الأوروبي إلى سوريا بقوله إن روسيا تقوم بتسييس المساعدات الإنسانية وتستخدم الفيتو مرة أخرى في حين وصف المندوب الألباني الفيتو الروسي بطعنة في الظهر أما سيناريوهات الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا فباتت أقرب إلى أن تكون كارثية لا سيما مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إقاف مساعداته الغذائية لما يصل إلى 45% من السوريين المحتاجين بسبب ما قيل إنها أزمة تمويل غير مسبوقة وهو ما دفع منظمات إنسانية عدة إلى إطلاق تحذيرات من التبعات الناجمة عن وقف دخول المساعدات للمحتاجين فوفقا لمنظمات سورية فإن المساعي الروسية لإغلاق معبر باب الهوى والمعابر الأخرى المعمول بها سيحرم أكثر من مليونين وستمائة ألف سوري من المساعدات الغذائية وهو ما تريد روسيا فرضه عبر توظيفها الملف الإنساني كورقة ابتزاز وضغط سياسي وكأنها الوسيط على حياة ملايين السوريين ترجمة نانسي قنقر